بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم تلامدة المستوى الأول في درس جديد في مادة النشاط العلمي موضوع الدرس هو مظاهر نمو بعض الحيوانات الهدف من هذا الدرس هو أن تتعرف مراحل النمو عند بعض الحيوانات أبدأ درسي بدعوتكم إلى مشاهدة الصورة والتعبير عما تمثله أترق لكم فرصة للتعبير لا شك أنكم جميعا خلصتم إلى أن الصورة هي صورة لدجاجة تجلس على بيضها للحفاظ على درجة الحرارة الدافئة التي يستلزمها نمو الكتكوت داخل البيضاء وهذه المرحلة تسمى مرحلة الحضانة ومدتها 21 يوما إذن بعدما تعرفتم على معطيات الصورة أدعوكم إلى سياغة أسئلة مناسبة لمعطيات الصورة بشكل دقيق وواضح أترق لكم كذلك الفرصة للتعبير أو لسياغة أسئلة حول الصورة إذن السؤال الذي يتوقع منكم أن تطرحوه بشكل دقيق حول ما سبق هو ماذا سيحصل للبيض بعد مدة زمنية سأترك لكم مهلة للتفكير لتقديم تفسيرات أولية أو فرضيات للإجابة عن هذا السؤال المطروح لاختبار صحة الفرديات أو التأويلات الأولية التي طرحتمونها سنقوم بالاستماع إلى الشريط الوطائقي الذي سيجسد لنا مراحل نمو النحلة وإلى خطاط أخرى تبين لنا مراحل حياة أو دورة حياة الدجاجة مراحل نمو النحلة تمر النحلة بمراحل تطور كاملة وهي عبارة عن أربعة مراحل وهي مرحلة وضع البيض هي عبارة عن بيضة صغيرة الحجم أسطوانية الشكل مقوصة قليلا ويتم وضع البيض على شكل عمودي في قاع العين السوداسية وهناك نوعين من البيض البيض المخصب الذي ينتش غالات وملكات والبيض الغير مخصب ينتش ذكورا وتلتسق بالبيض مادة غروية في اليوم الثاني من وضع البيض تميل حوالي 45 درجة باتجاه قاع العين السوداسية أما في اليوم الثالث تكون موازية لقاع العين وبالتالي نستطيع معرفة عمر البيضة مرحلة اليرقة عندما يفقص البيض تخرج يرقة صغيرة الحجم أسطوانية الشكل ليس لها أرجل أو عيون ذات لون أبيض وقبل أن تفقص البيضة تقوم الشغالات بإفراز القليل من الغذاء الملكي حولها وعندما تخرج اليرقة من البيضة تواصل الشغالات إفراز الغذاء الملكي لليرقة لمدة ثلاثة أيام وبعد فترة تبدأ اليرقة بالامتداد طوليا في العين السوداسية ثم تبدأ في غزل الشرنقة وتسمى مرحلة ما قضى العضراء مرحلة العضراء تبدأ بعد عملية غزل اليرقة للشرنقة بحيث تبدأ عليها صفات الحشر الكاملة وبالتالي ظهور العيون وقرون الاستشعار وبعد الإنسلاخ القامس للنحلة تكون قد دخلت في هذه المرحلة فتكون عضراء حراء لونها أبيض وفي هذه المرحلة يبدأ لون العيون بالتحول من اللون الأبيض إلى اللون القرنفلي ثم تذكر بالتدريج حتى تصبح ذات لون أسود ومن الجديد بالذكر أن هذه المرحلة ليست متساوية لجميع بيوض النحل فهي تستمر لأربعة أيام بالنسبة للملكة ومن سبعة إلى ثمانية أيام للذكور والشغالات مرحلة الحشر الكاملة حيث تبدأ العضراء بالإنسلاخ بحيث تخرج الحشر بشكلها التام عن طريق قطمها للغطاء الشمع المحيط بالعين السداسية ثم تزحف إلى خارج العين السداسية وتكون في البذاية ضعيفة ثم تشتد وتأخذ مكانها بين الحشرات الكاملة الأخرى من خلال الإنسات الجيد إلى الشريط الوطائق السابق نخلص إلى أن مراحل حياة النحلة تبدأ من البيضة التي تضعها الملكة ثم تتحول البيضة إلى يرقة تغديها النحلة الشغالة ثم تتحول إلى يرقة كاملة ثم إلى يرقة مشرنقة داخل خليتها ثم هذه الأخيرة يعني اليرقة المشرنقة تتحول إلى يرقة أخرى ثم تتحول إلى حرية وبعدها تصبح حشرة كاملة تغادر خليتها ومن خلال الخطات التالية تمر دورة حياة الدجاجة بعدة مراحل أولها البيضة والتي تحدث نتيجة التزاوج بين الديك والدجاجة ثم تليها مرحلة الجنين بعدها مرحلة الفقس والتي يخرج منها الفرخ أو الكتكوتو ليبدأ حياته في النمو إلى أن يصر دجاجة دجاجة كاملة من الخطات السابقة نخلص إلى النتيجة التالية والتي تعتبر بمثابة إجابة عن المشكل المطروح أو عن السؤال المطروح تحضن الدجاجة البيضة ثم تفقس لتعطي الكتكوت يصير بعد ذلك فرخا ثم دجاجة أو ديكا أطلب منكم مقارنة هذه النتيجة بالفرضيات أو الإجابات الأولية التي اقترحتمونها في السابق للإجابة عن السؤال بناء على النتائج المصادق عليها سابقا نتوصل جميعا إلى صياغة الاستنتاج والخلاصة التالية بعض الحيوانات ينمو فيزداد حجمه وبعضها ينمو فيتغير شكله أطلب منكم قراءة الملخص وبتطبيق ما تم استخلاصه من خلال النتائج السابقة أدعوكم إلى إنجاز التمرين التالي رتب هذه المراحلة بوضع الرقم في المكان المناسب نمر الآن إلى عملية التصحيح دمتم في حفظ الله ورعايته وإلى اللقاء